في اطار الحملة الدولية التي اطلقتها الانورو لتوفير المساعدات والدعم لميزانيتها بعد تجميد المساعدات من قبل الادارة الامريكية حظر مفاوض عام الانورو باير كريمبول خلال مؤتمر صحفي عقده في مخيم خان يونس من خطورة الاوضاع الانسانية المتفاقمة التي يعيشها القطاع مثمنا دور الدول التي قدمت الدعم خلال مؤتمر روما الذي عقد مؤخرا نحن كان لدينا ازمة مالية ب446 مليون دولار وحصلنا على 100 مليون دولار خلال مؤتمر روما وهو خطوة جيدة وسنواصل العمل بهذا الاتجاه وعلى اللاجئين الفلسطينيين ان يستمعوا جيدا لرسالة المؤتمر بان تفويض الانورو محمي وقوي سياسيا ويجب ان يستمر التفويض وتستمر الخدمات بلغ حجم التجميد للمساعدات المقدمة للانورو من قبل الولايات المتحدة ما يقارب 350 مليون دولار اضيف الى العجز القائم وهو ما يقارب 150 مليون دولار هذا العجز الذي تعاني منه الانورو دفعها الى نداءات استغاثة لمنع تدهور اوضاع الاف اللاجئين التقليصات الامريكية في ميزانية الانورو كانت بحجم 300 مليون دولار بالاضافة الى عجز بحوالي 150 مليون دولار كانت تقليصات دراماتيكية وغير مسبوقة في مؤتمر روما حصلنا على 100 مليون دولار لكن هناك عجز لا زال ب340 مليون دولار لدينا تمويل فقط حتى منتصف اغسطس القادم تجميد المساعدات المقدمة للانورو من قبل الولايات المتحدة الامريكية وضع المؤسسة الدولية في ضائقة اثرت بشكل كبير على تقديم خدماتها وهدد بتقويض عملها بشكل نهائي من خانيونس محمد ابو حطب تلفزيون فلسطين